الفنانة ليلى فهمي الاسم الحقيقي سناء محمود عبدالله وقد كانت ليلى فهمي اتخذت من هذا الاسم اسما فنيا لها ولدت سناء محمود عبدالله في الحج عشر من شعر يونيو من العام ثمانية وثلاثين بمجينة المنصورة الدقالية وقد تخرجت وحصلت على شهادة البكالوريوس في الفنون المصرحية عملت ليلى فهمي بالمصرح ليمتد ناشاطها الفني بعد ذلك الى السينما والتلفزيون وقد استطاعت خلال نحو خمسين عاما ان ترسم شخصية طريفة محببة الى الجمهور في ادوار صغيرة تبعث على البهجة والضحك فاشتهرت ليلى فهمي مثلا بأدوار الام والفلاحة والحمال قوية كما يذكر لها دورها في فيلم احترس من الخط مع عاد الامام ولبلبة في دور والدة لبلبة شيء جدا وجميل جدا يعني زي ما تقولي شكل كده بالزبط يبقى يقطع الخامرة من البيت وكمان جدع قاوي ومفتح قاوي زي حالتي بالزبط تبقى خط الامان ركبا جامل وازا كان على اخلاص والامانة اعتبريك ان انا بالزبط يبقى سلموا القط مفتاح القرار مزاهمتها التلفزيونية متعددة وكذلك في مجال السينما حيث بدأت في السينما في العام ثمانية وخمسين في فيلم حسن ونعيمة ومن اشهر مصرحيتها مصرحية هلو شلبي الحكمة التالتة اللص الشريف النحلة والضبور رحلت الممثلة القدير علي لفهمي عن عالمنا في العام الفين وثلاثة رحم الله ليلة فهمي اهلا بكم دايما فقرتنا الاخيرة يوم الحد بتكون فقرة الابيض والاسود والفقرة دي من خلالها بنكرم النجاحات حتى لو النجاحات اصحابها رحلوا عن عالمنا لكن النجاح ما زال باقيا وبيخلد ذكرهم سواء من خلال شريط السينما او من خلال الاعمال المصرحية والتلفزيونية الباقية من فنانتنا الراحلات الفنانة ليلة فهمي واللي قدمت كثير جدا على مستوى المصرح والسينما والتلفزيون هي يعني بدأت بداية مسرحية وكلنا فاكنا طبعا في مسرحيات هالوشة لبي وغيرها من المصرحيات انتقلت بعد كده الى عالم السينما والتلفزيون وابدعت سواء في حسن ونعيمة من اوائل ادوارها او غيرها من الادوار الاخرى شفنا مع بعض احترس من الخط في التقرير السابق بالاضافة لعدد من المسلسلات زي مسلسلات يوميات ونيس وغيرها من المسلسلات الاخرى هنعيش مع هذه السيدة الفضلة مع مشوارها الفني وذكرياتها من خلال ابنها الاستاذ ايمن فريد واللي لازمها في كل مراحل حياتها ولازمها في كل ادوارها لان هو اللي كان مصاحب لها دايما في الاستوديوهات اهلا بحراج استاذ ايمن صباح الخير واهلا بحضرتك معانا في مصر جميلة واحنا سعداء جدا ان احنا بيكون لنا الحظ ان احنا نلتقي مع اولاد الفنانين المشاهير علشان نعرف سيرة الناس دي كانت عاملة ازاي حياتهم الشخصية يعني انا بشوف انه زمن الفن الجميل الناس كانت بتدي للفن بدون انتظار مقابل ده حقيقي هما ما كانوش يعني كانت هواية ما كانش احتراف اكتر مما هواية كانت هوايتهم كان ممكن يصرفوا عشان يشتجلوا في الفن وكان الجيل ده كله كله الحقيقي مش هي لوحدها يعني هي كانت اه غاوية او اه بالزاة المسرح طبعا هي كان بالنسبة لها المسرح اهم شيء في الدنيا وكانت فكرتها دايما ان المسرح ده ابو كل الكنون صحيح فهي كانت ممكن تسيب اي حاجة عشان تروح المسرح وآآ يعني هي حياتها كانت آآ فنية البداية بتاع الفناء الليلة فاهمي كانت ازاي ولو تفتكر كان دور ايه؟ لا هي البداية قدينة جدا انا ما حضرتهاش طبعا كانت في الخمسينيات آآ من خلال آآ مصرح الجامعة كان مصرح كل التجارة وآآ بعد كده طبعا النقلة اول نقلة ليها كانت آآ المسرح الحر المسرح الحر طبعا كانت كوكبة من الفنانين العظام كان موجودين استاذ توفيق التجن استاذ محمد ردة استاذ انور محمد استاذ خيري احمد طبعا الناس دي بدأوا موضوع المسرح الحر وآآ عمل مصرح كتيرة جدا آآ بعد كده انتقلت من المسرح الحر لفرقة الفنانين المتحدة. آآ ده بالنسبة للمسرح. طبعا كانت البداية في السينما مع حسن ونعيمة كانت البداية ليها وكانت البداية للأستاذ. نشعات خشل هي. طبعا كانت اول ادوارها. آآ بعد كده عنطر ابن شدك في السينما ده الدور اللي بدأ يعلم مع الناس. آآ اللي هي كانت محور في الفيلم انها تغير موضوع الفيلم اللي هي اللي فتنت عنيه وهي. آآ. اللي عملت الهيصة كلها على. ذكرياتك معاها ايه في كل الكواليد الحالية بتقولنا كنت مصاحب ليها دايما بتروح معاها المسرح فيروع معاها التصوير السينمائي. ده من وانا صغير جدا. حضرتك ليك اخوات تانين? انا لي اخ واحد بس. الله ارحموه. آآ توفق الفين وعشرة. آآ ياسر. مهندس زراعي برضو زي حالاتي. آآ بس ملناش اخوات تانية. احنا لتنين فقط. بس حيك بقى اللي كنت مهتم بالفن. هو برضو كان مهتم بالفن بس انا كنت ملازم لها لظروف. آآ هو شغله وكان دراسته وكده. آآ. فانا كنت دايما ملازم لها بس طبعا الكلام ده لما كبرت شوي. يعني انا اللي اتذكره انا آآ طفل بقى صغير كان على المسرح المتذكرة جدا كانت عملت بين الاصرين. آآ. على المسرح لديد محفوظ. آآ كانت عاملة دور المسرح وانا صغير جدا كانت طبعا آآ فيه الاستاذة امال زايد الله يرحمها. من اصدقاء طبعا الاعزاء وكانت آآ استاذة كديرة جدا. وكانوا آآ لما عيلا آآ تلاقي اكله وآآ وآآ ضحك وآآ. فده من المشاهد اللي انا ملزهاش وانا طفل بعد كده لما كبرت شوية بقيت اسوق العربية انا اللي كنت بوصلها في السبعينيات بقى. آآ. آآ. كل الستوديوهات كل المسارح آآ بوصلها واجدها بالليل من المسرح. كنت باحتر كواليس طبعا من المسرحيات وكواليس الافلام وكواليس كل حاجة. مين اصدقائها في الوسط الفني? كتير جدا بس هي آآ يعني هي كانت بيتي او. هوم يعني اهم حاجة عندها البيت قصرتها. وآآ في وقت الفراغ فناني. هي الحياة حققت المعادلة اللي كتير من الفنانين ما عرفوش يعملوها. يعني دايما يبقى ياما البيت طاغي. دمان. يعني آآ يعتزل للوسط الفني. ياما الوسط الفني والامال الفنية اللي تبقى طاغية فبالتالي ما يبقاش دي ومحياش احسنها. هي الحقيقة كانت يعني ده فكرها. وكان كمان فيه المساعدة من والدي يا الله يرحمه. لانه كان متفتح جدا ومتقف جدا جدا على اعلى مستوى. فكانت المساعدة مننا كلنا في ان دا ينجح. بس هي كان البيت اولا والفن ثانية. آآ المعادلة دي ما كانتش سهلة طبعا بالنسبة لها. كان بتبزي المكهود كبير جدا. بس الحمد لله قدرت حقق وخمسة وتلاتين سنة جواز مع والدي عشرة طويلة جدا لغاية لما هو توفى اتنين وتسعين. من سنة السبعة وخمسين هم متزوجين. آآ ست بيت بقى عادية خلط. كان له دور مسلا في الادوار اللي بتنتقيها هل انتو كمان مشيك تستشركوا يعني انتو جمهورها الاول? طبعا طبعا. وجد تسميع بقى كمان يعني كل الحفز. نزاكر معي. يعني انا بقى قوم بالدور اللي قدامها في الحوار او ياسر اخوية او والدي. يعني احنا كنا الموضوع بالنسبة لنا متكامل. احنا اسرة كده. بنحب ده. اه. الهواية دي. اه. فوالدي كمان كان كاتب وكان آآ ناقد فاني لانه آآ بعد ما خلص بكيروس تجارة دخل آآ مهد علين الفنون مسرحية قسم نقد كان دفعة في استاذ عبد الرحمن ابو ظاهرة بس هو في قسم نقد واستاذ عبد الرحمن في دفعة التمثيل. آآ كتب حاجات كليل من مسرح وكتب حاجات ازاعة. كان عامل حاجة في الازاعة اسمها قصة مثل. كانت بس ازاعت برة للأسف. آآ. فهو كان مواكب للموضوع ومتفهم يعني ايه الفن ومتفهم يعني ايه الحياة الفنية. آآ. وهي بالتالي كانت آآ ما تهملش بقى البيت. يعني. اكيد. المقابل ان البيت ده آآ اهم حاجة. فهي كانت صديقة وآآ. اهم صفاتها الشخصية يعني احنا بنشوفها دايما من خلال الادوار اللي بتقدمها عندنا انطباع عن الفنانة ليلة فان منها ست طيبة. آآ. وهدية. هو بالزبط اللي حديك بتشوفيه على الشاشة هو بابوت في البيت. آآ. بالزبط. الطيبة والآآ والضحكة على طول الكوميديا عندها افاشاتها الصغيرة دي. آآ. هي على طول حتى في البيت كده. آآ. والحقيقة كانت مثقفة جدا. تت بتحب القرية? احنا هقول لها حديك على الحاجة. احنا كان فيه في البيت مكتبة فيها حوالي عشرين الف كتاب مسلا. ياه. ما شاء الله. وهي كانت قارئة جديدة جدا جدا بالزات للأدب العالمي. آآ. يعني كل الارويات القديمة والعقرية آآ دستايبسكي وآآ كل الكتاب الكبار بالزات الأدب الروسي كانوا بتحتم جدا بالأدب الروسي تشيكوف الناس دي كلها كل روايات وعلمتنا احنا بقى من واحنا صغيرين هي والدي. آآ. ان احنا نقرأ. يعني ناخد المعلومة من القرية. آآ. القرية كان آآ كانوا بيعضوا ينقشونا انا واخويا واحنا صغيرين في الكتاب اللي احنا قريناها. آآ. طب فهمت ايه طب بتعلمت ايه طب القصة دي كزا طب ايه رأيك لو كان المؤلف عمل كزا. يعني ده النوع كانت من انواع ثقافة متواجدة. كمال في يعني شحن الخيال عند الاطفال لو يعني ده في مرحلة واحدة كرة. والحياة كان والدي بدأ معنا موضوع الخيال ده من الطفولة خالص من وحنا صغيرين بآآ مجلة ميكي وحركي وحاجات الغاز وبعدين تتطور المسألة بتقدم السن اللي رواية اجافة كريستي وبعدين نبتدي نقرأ بقى الادب العلامي والادب المصري. آآ. احنا طلعنا آآ كده لقينا ده البيت. هو ده البيت. هو ده بصراحة يعني كويس. انا حقيقة ذكرت الموضوع ده لانه احنا يعني بنأمل انه يرجع المجتمع زي مكان. يعني دلوقتي احنا شايفين انه يعني لو فيه مثلا بعض السلوكيات الخطيئة فده نتاج تربية ونتاج بيئة الواحد طالع فيها. لما تبقى البيئة صحية ومثقفة والولاد بيقروا والأهل بيحسوا ولدهم ان هما يقروا وانهم يبقوا مثقفين لانه السقافة دي اكتساب على مر السنين. مش هقرالي كتابين وتلاتة وبقى خلاص ابقى يعني ضمن زمرة المثقفين. اه انا شايف انه ده لازم يرجع تاني في المجتمع. انا بوصح لك هو هو صعب. هو مش مستحيل بس صعب. حول حالي كده صورة تكنولوجيا دلوقتي اللي موجودة. ما هو برضو في الكتب على الانترنت. بس اه عشان يعود يستقطع من وقته جزء كبير مش مش صغير انه هو يقرأ تاب او يقرأ حاجة على الانترنت. لأ هو بيعمل حاجات تانية اهم. باختلاف بقى العقليات فيه ناس بتعمل حاجات تانية اه لمجرد انترنت. مجرد انها بتضيع وقت. اه. وفيه ناس بتهتم شغلها على الانترنت. فالجزء المخصص للقراءة اصبح طبيعي في المجتمع حاجة ليلة جدا. اه. مش زي الاول. الاول كان مسلا مسلا التلفزيون مسلا الساعة ناشرة. اه خلاص. ما انا ممكن اعمل لنفسي نظام. اه يعني هو حاليا دلوقتي العمل ما اصبحش زي الاول كان الموزف بيرجع الساعة دين تلاتة دور. قاعد في البيت مفقوق. مرهوش حاجة غير الثقافة. بالتلفزيون يتفرج على حاجة. يتكلم مع ولاده. الحوار ده بالنسبة للاطفال بالنسبة للاولاد ان الاب يبقى متواجد. ويبقى فيه حوار الاسر ده اختفى خلاص. اه. مدبر ده مشاكل. اه. ده مشاكل في المجتمع من من اه. لان حاليا دلوقتي كان اللي بيربي الاول الاسرة والبيت. حاليا للاسف بيربي الشارع. حاليا انت كنت. لان القم بتبقى عندها ضغوط. الاب مش موجود في البيت. فانزله يعني ينزل. وانت بتتكلم على التلفزيون والمشاهدة التلفزيون. الفنون الايلا فاهمي كانت وثيقة الصلة بما سبيرو. يعني احنا نتذكرها وهي بتقدم برنامج اه صحية. صحة وعافية. صحة وعافية. اه طبعا. سنين طويلة. اه. وكانت يعني بارزة جدا فيه واحنا كنا بالتباح. الحقيقة البرنامج ده كان اه فكرة عبقرية طبعا استاذ كان الدكتور اه عبدالرزاق نوفل. اه. ابنه محمد عبدالرزاق نوفل. الكاتر الكبير طبعا عبدالرزاق نوفل هو كان ابنه اه كان دكتور اخصائي تغزية. اه. ففكروا مع بعض تقريبا فكرة البرنامج وكان المخرج واستاذ ريدا شوق. صحيح. حقيقة انا بقدم لنتحية جبيرة جدا لان الراجل ده مخرج عنده عالي قوي عنده ابتكار. فقدموا البرنامج مع الاستاذ محمود التوني طبعا كان آآ عمل حالة كده جميلة للدرجة ان ما فيه احنا صحب جدا ان البرنامج يستمر تلات سنين في التلفزيون كل سنة في رمضان نتعيني نفسه. وكان ناس بتطلبه. والحياة كانت. اول فكرة عن فكرة التغزية وانها تمثل دراما فديد. دراما بتظهر عيوب الاكل وعيوب اللي ما نعملوش في رمضان واللي نعمله وهو كان بيطلع يعلق بصيغة طبية كده. فكانت الحقيقة فكرة جميلة جدا وده من البرامج اللي كان يعني نقلة في حياتها برجو. موجوب حضرتك الثقافة بتعمل ايه بتخلينا نعمل افكار جديدة مختلفة مفيدة نقدمها للمجتمع. من غير ثقافة الحقيقة الغريب في الامر ان احنا الثقافة عندنا قديمة الازل. يعني احنا ما استغلناها في الثقافة اللي احنا ورسناها جيناتكا من جدودنا. احنا صندرنا الثقافة للعالم كله. صحليا للأسف العيب فين حاجة كتير اف. لازم حاجة كتير قوي تتغير عشان الموضوع ده يرجع تاني. الثقافة مش ثقافة فنية بس ولا ادابية بس. ده ثقافة الحوار ثقافة الكلام. الطريقة الاسلوب كل ده. مين كان الفاندة ليلة فهمي والحاجات اللي حضرتك شخصيا بتحب تتفرج عليها كل مرة لما بتشوفها يعني بتحس ان والدتك مازالت موجودة قدامك ويعني بتفكرك بيها. هو للأسف في حاجات اه مش متصورة كتير. ده خصرة كبيرة طبعا. الحقيقة وكان لها اسباب غريبة جدا انها ما تتصورش يعني. آآ كانت عملية المسرحية اسمها هو بكامل نهاردة. سنة السبعة وتبنية المسرحية اللي بحبها جدا 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 لانها كانت اول آآ تقريبا مسرحية تبين عيوب المجتمع في جزئية معينة. آآ. التغير اللي حصل وان بقية الفلوس هي اللي تغيى. على كل المتاح اللي خاطئ. آآ دي كانت سنة سبعة وتبينية. الحقيقة كان دورها هاي جدا وكانت المسرحية حيلة جدا بس دي احنا ما ما تصورتش. من الحاجات طبعا بحبا جدا هلوش على بيه طبعا دي كانت من النقلات الكبيرة ليها لان كانت آآ يعني اول حاجة مع الكنانيين المتحدين وكان اول حاجة تتعرض او تتشاف مع الاستاذ عبدالنائي مدبودي طبعا الفرقة اللي خاطئة اللي كانت موجودة دي قصة سعيد صالح. ام. ام. استاذة مليح كامل الله يرحمهم جميعا. آآ كانت حاجة آآ نقلة كبيرة جدا حياتها من ضمن الحاجات احترس مع الخطة طبعا احب جدا دور رحايل وعملت كمان فيلم مع عاد الامام واحدة بواحدة. مع الاستاذة ميرفا تحميل كانت طلع سكرترتها. آآ يعني طبعا هي هي في حاجة يمكن حالك قمتها في التعرير ان هي شغلت شوانيس لا هي مشتغلتش خاطئة. اه. هي ذكر اسمها في ونيس في المكرمين بعد وفاتها. اه. اسم محمد صبحي كان كاتب كل اسماء الناس اللي فقدناهم وبيكرمهم في المسلمية مشتركتش في ونيس. هو وزيل لمسة الجميلة بقى من الفنانين. احنا بنتكلم عن عصر كامل. طبعا طبعا هي عمل يعني اتعامل تكريم في المسرح كمان بازكر حاجة تاني عبقرية جدا. كان اتعامل تكريم في المسرح لكل فنانين المسرح على مدار تلاتين يوم في رمضان في المسرح القومي. اه. كل يوم اتنين فنانين بيكرموا مع بعض. فهي كانت اه الحقيقة كان حظها انها طلعت مع الوسي محمد صبحي تكرمه. انا كنت حاضر التكريم كنت معها فالحقيقة جملة قالها الوسي محمد صبحي. احصرت هي انا شخصيا وانا بقودين لي بالجملة اللي قال هنا. اه. كان الحقيقة طلعت هي الاول فبتقول كلمانا انا مبسوطة ان انا اتكرمت في بيتي في المسرح. طبعا يعني مبسوطة زيادة ان انا بتكرم مع الوسي محمد صبحي اللي انا اشتغلت معا. ونزلت خدت التكريم متاحا ونزلت لأوسي محمد صبحي بعدها. فقال طبعا مبسوطة ان انا بتكرم في المسرح وبعدين بقول المدام ليلة فهني عفوا انتي مشي اشتغلت معايا انا اشتغلت معاك كبارس صغير جدا وكنت اتشرفت منها. كانت لمسة رائعة من فنان كبير بيقدر الناس الجيل اللي قبل منه والجيل اللي سابقا. صحيح. ففعلا كان اشتغل معا في حلوشالبي كان دور صغير جدا. مقطع صغير. والله هو ده حال الفن بيخلي الناس ترتقي مشاعرها ترتقي. يعني لازم نهتم اكتر بالفنون. لازم نهتم اكتر بالمسرح. لازم نهتم بالرسالة الهدفة والكلمة الهدفة لاني بيها المجتمع. لانه يعني حضرتك على ذكر المثال الصغير اللي قاله. آآ آآ. فنان كبير محمد صبحي طبعا. آآ استاذ صبحي. آآ ده مش نتاج حاجة يعني نتاج آآ رقية اخلاق وسموه في الاخلاق. جدا. لانه مصقف ولانه اشتغل في عصر مليان بالاخلاقيات واكتسب حاجات كتيرة جدا. وهو ده اللي عملوا فينا الفن والثقافة. اي في حقبة زمنية ما. عشان كده لازم نرجع نقول نهتم بالفنون ونرجعها تاني وهي دي القوى نعمل مصر في كل دول العالم. قوى نعمل مصر آآ عملت حاجات كتيرة جدا 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 على نظار الزمن. طبعا انا برضو بنتهز الفرصة وبعازي شعب المصر كله آآ شو هدأنا. ربنا يرحمهم جميعا. ومش هيبقوا اول ناس ولا اخر ناس. مصر مكتوب عليها دايما انها تواجه الشدائد دي. وعلى ذكر ده كان والدتي رحمة الله عليها هي كانت دول اضافة لذلك هي ثوراجية جدا. اه. وكانت بتعتبر نفسها بنتك جيش. اه. لان طلعت في جميع الاوقات الصعبة لمصر على الجبهة. يعني هي عملت مصرحيات في حرب ستة وخمسين على الجبهة. ومتكرمة من رئيس عبد الناصر ستة وخمسين. سبعة وستين طبعا مش حاول لحضرتك. كان تقريبا ملازمة لفة مصر كلها. كل معسكرات مصر. وكل الجبهات في مصر. بيعملوا عروض مصرحية. اه. واتكرمت تاني من الرئيس جمال عبد الناصر. واتكرمت من الرئيس السادات في حرب السنزاف برضو من سبعين لتلاتة وسبعين في الفترة دي عملت حاجة كتيرة جدا جدا فيها. وكانت اه في الاواخر بقى كمان كانوا عاملين حاجة اسمها المصرح الجوي. مصرح الجوي ده كان القوات الجوية عاملين اه فرع شوني معنوية لقوات الجوية عاملين مسرح. اه تقريبا كل الممثلين وكل المؤلف والمخرج من الجيش. زباط جيش. اه. فهي اشتركت معهم في كزا عرض. اه الحقيقة كانت اه حاجة جميل ان احنا نختم. جدا 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 جدا. بالموقف الجميل بتاعها ده لانو في النهاية الشعب هو الجيش هو الشعب وده دور الفن ودور القوات نعمل للكلام تحضرتك عنها. والفنانة يعني اتكرمت آآ ليلى فاهمي واحنا بنكرمها النهاردة تاني. بشكر جول حضرتك معنا. شكرا جدا جدا جدا. ويراب دايما كده المصريين بيدوا مصر في كل المجالات سواء الجيش او الشرطة او الفن كلنا جنود في خدمة البلد دي. شكرا جدا جدا. شكرا جدا جدا. شكرا جدا. نشكر كل سادة المشاهدين تابعونا النهاردة في مصر جميلة. واحنا مع حضراتكم آآ بنبقى نحاول ان احنا نفتح طاقات امل وعفاق جديدة لكل الناس اللي بتتبعنا. ونقول النهاردة حلو ان شاء الله بكرة احلى بكل المصر. ان شاء الله.